الحقيقة يا سيسي بعد ما ورت المصريين خلال الثامن تسعة سيئة اللي فاتوا دول في سد النهضة وأسيوبيا أعلنتها وقالت خلاص تسعين في المية من سد النهضة خلص وده اللي رصدته برضو الصحف العالمية وغيرها من وسائل إعلام ميدل إست آيب بتقول أسيوبيا تقلل انتها من تسعين في المية فيما قاله وزير مصري أنه سيدر بالإقصاد بالإقصاد تسعين في المية من السد اكتمل المشكلة مش بنسمع من الجانب المصري الإخوة سامح شكري غير صريخ عالفادي وبكاء عاللبن المسكوب المرة دي بقى مش من سامح شكري ده من وزير راي السيوبيا تقلل ان اكتمل تسعين في المية من بناء السد ووزير مصري هيأثر على مليون مزارع ويدمر جزء كبير من الأرض الزراعية الخبر التالي سد النهضة كان بتقول الشروع وزير راي بيقول الممارسات الأحدية قد تفقدنا الخمستاشر في المية من الرقعة الزراعية تخيل ده وزير راي بيقولك أسيوبيا ممكن تدمر لنا خمستاشر في المية من الرقعة الزراعية كلام الوزير المتفاجئ من الأضرار جاي بعد تسعين في المية من بناء السد ده احنا بنقول الكلام ده من سنة خمستاشر الأخ متفاجئ بيقولك مليون مزارع هيضيعه وخمستاشر في المية من الأرض هتضيع ده احنا بنقول الكلام ده من أستاذ محمد حافظ من زمان على أي حال فاتت سنة وبعدها ومفوضات عباسية الإمارات كان بتطير عجوز منها بالمناسبة رغم أن الإمارات شريكة في البناء السد دلوقتي الإمارات بتانسحب منها أزمة سد النهضة مصر تخط تختل الإمارات بالانسحاب من فوضات أبوظبي مصر زعلت قايت لو ما مش ألعب معاكم بعد إيه بعد إيه على رأي عبد الحليم حافظ بعد إيه أبكي عليه بعد ما مضيت على السد ما تقوليش موضوع عادين بقى عشان السد الغايد دلوقتي الأسيوبيين مسكين الورقة دي اللي مضى عليها سيسا حد النهاردة وطلع الرئيس المجلس التنسيقي للسد جاب الخلاصة وقال لنا ليه أسيوبيا مش همها فيديو صوت الصورة لرئيس المجلس التنسيقي لسد النهضة اسمع يدمعنا مع مصر والسودان وأسيوبيا بكل تأكيد وأتفاق ثلاثي تم توقيعه في مارس من العام 2015 وكان هذا إعلان مبادئ وكانت المبادئ تقوم على موكرة منطقية وعادل المبادئ المنصوص عليها بالاتفاق وفيما يتعلق بالحصص المياه وبالتالي تم الاتفاق مع هتينها دولتين وأسيوبيا يعني ما تقول ليش الاتفاق دي أنت لسه ترجع دي أسيوبيا ده 2011 ده شفناه لا ده رسمي رئيس المجلس التنسيقي لسد النهضة قال لك اللي حصل في 2015 احنا ماضينا على اتفاق احنا ماشينا عليه مش بس كده ده الراجل قال لك إن الخطوة بقى اللي جاية إننا مش هنعترب بالحصة التاريخية المصر في النيل يعني هنعيد التأسيم ونشوف تطلع كده كم متر مكعب اسمع اسألة الحصص التاريخية سواء لمصر أو للسوداء لا تعترفون بهذا الأمر ولماذا يجب علينا أن نعترف بهذا لقد قلت لك بأن هذا اتفاق استعماري ولم يشمل أثيوبيا وبالتالي إذا لم يشمل أثيوبيا لماذا على أثيوبيا أيضا أنت تعترف بهذه الحصة هذا غير منطقي بالكامل لا أعرف كيف يمكن للمصريين أن يفكروا بهذه الصورة يعني باختصار مصر هي اللي لابسة اتفاق المبادئ والأثيوبيين متمسكين بالاتفاق ده السؤال بقى اللي سألوا الناس على السوشال النهاردة يا ترى ممكن يتدخل ولا هيفضل يتفرج نشوف كده دكتور مصطفى جويش بيقول هناك فرق بين الرغبة والقدرة مصر تملك أكبر قدرة عسكرية إقليمية فيقادرة بالفعل ولكن لا توجد رغبة حقية لأن بناء سد النهضة بدأ بموافقة مصرية بتوقيع اتفاقية 15 وعلنت أسيوبي أخي أنه تم الانتاء من 90% من السد يعني عايز يقول ما عنده عشرة أغبة لكن مصر عندها قدرة صاحب الحساب ده يقول هذا الذي يتكلم عن الردع لم يرى الحرب إلا على شاشات التلفزيون جيش السيسي ليس به شخص واحد داخل أي حرب حتى المشير السيسي نفسه سوى حربه ضدنا نحن المصريين فلا كلام عن كرامة مصر قبل إزاحة سيسيها ولا كلام عن سد النهضة قبل تمزيق الاتفاقية التي وقعها سيسيها ليسقط الخوانة الراجل ده عظيم ساعدة قالك أكيد الجيش مش هسكت هيفتحوا منافس لبيعي دي كرومي أهو الله صح والله العظيم عنده حق